كنت على مباراة الكاس؟ ايه الأخبار واحكيلي وقعني يوم المباراة يوم المباراة هو أنا أساساً أساساً مليش في الكرة خالص خالص زي يعني تمام يعني المطش النهائي بتاع الكاس ده كان خمس مطش أتفرج عليه في حياتي كلها يعني أنا حتى بداية لعبي للكرة في الشارع لعبت كرة بغباء كنت بالبس الجزمة اللي هي بسترزات دي وكنت بالعب بيها على أسفلت يعني إيه بسترزات؟ اللي هي بيبقى فيها بازابيز من تحت اللي فيها بازابيز؟ اه اللي هي نويت ألعب كرة فجبت قال اللي هي أحلى جزمة وبازابيز ودي بتلعب بيها النجيلة فطبعاً بتزحلق جامد جداً على أسفل فطول الوقت؟ فكنت فهم غلط من الأول أساساً ففعلاً كنت طول الوقت بقى طول الوقت كنت بقى فأنا ما ليش علاقة خلص بالكرة اتفرجت على كان المطش زمان بتاع مصر وهولندا بتاع كاس العالم ايو اه ده كلنا اتفرجنا عايزة احساً كنت بستغلي دايما المطشات لأن الناس كلها بتتفرج والبلد بتبقى هس فبانزل أعمل مشاوير فده كان حبي للكرة من هنا فانزل أعمل مشاوير خلص كل مشاوير لو رايح لحد في مصر الجديدة رايح لحد بعيد فهو ده التوقيت المناسب فبو في وقت المطش ساعة ونص حلو قوي ورق في الدورة دي تتصور ان انت رزل لأنك انت رايح للي انت رايح له ده افرد هو عايز يتفرج على المطش بتروح له ويا سلام على احمرت حلم ده ما يلاقيش اللي ساعة المطش وييجي معظم اصحابي مالهمش علاقة بالكرة برضه برضه زي يعني ممكن تجيني في الوقت ده اه برضو تيور على الأشكاليها تطعف ببا احب اعرف النتيجة في الآخرة وانا ممكن برضه مفرقش معي اشتيبي اعرف ايه وليها موقف كثير جدا مع لعبت الكرة كلها مخجلة ايه بقى كلها يعني كلها بتحكيل يعني يعني بداياتا مثلا بحزم امام ايه حزم حبيبي وصحبي يعني ايه كانوا هناك بلعبوا حاجة باين في جنوب افريقيا ولا ايه ايه ايام ما كانوا بيصوروا كان كانوا بتصور مافيا ايه فكان في جزء منه في جنوب افريقيا ام وانا وقف في المطار مستني مونة جاية وبعدين لقيت مونة جاية والفريق كله موجود على الطائرة ونازل فمونة خارجة بالشنطة كده وعليها بالعربية عليها شنط واحد بيزوئلها الشنطة فانا بصيت كده مش اعرف مين يعني فأنت جايس حد بيسعدها حد ايه اه جينا لغاية عندنا كده لغاية برها وبتاع فامتديت أنا بقى أخد العربية منه وبتاع دي مونة قيتلي حازم احمد فقلت له اه اهلا سلامة فأقلت معجب يعني بسعادة وبتالي وسلمت عليك أي معجب يعني أهلاً وسلمت جداً شكراً شكراً على مساعدتك فهو طبعاً يعني أنا عرفت بقى بعد كده وليه وشه جراله وكده يعني فهمها خدنا العربية ومشيت فمونة بتقولي أنت ليه سلمت عليه كده بطريقة بايخة قلت لها على مين؟ قلت لها على حازم بس تقبلتوش بقى أهلاً يا خازم ففجأة حسيت أن حازم يعني كده وحد العيلة المنتخب أهلاً قلت لها في عادي يعني وحازم بمين يا مونة قلت لها حازم إمام وحازم إمام مين؟ قلت لحازم إمام اللعب الكورة فطبعاً أنا أيقنت أنا عارف اسم حازم إمام بس ما توقعتش أن هو ده حازم إمام يعني لأنني معرفش الشكل فطبعاً أنا على ما بصيت أشوف حازم فين عشان أروح واعتذر له كده كان مشي بعدين كنا بنعمل حاجة مع بعض كده بحاجة إعلاني يعني وقابلت وحكيت في الموقف وبتاعه من مياه بقينا أصحاب ونفس الموقف يتكرر مع عسام الحضر عسام الحضر يعني وعزم حرف جيلي بس جمع ابي لا 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 يحوم لأنها عسام مين يا حبيبي؟ عسام الحضر عسام الحضر بعدم ہو منics متموت في انا plot انا ومل في حياتي اشوفه المباراة شوفته في الماتش حبيته عشقه واعتقد انه هو النبي ربنا десятخول ولمصر انا انiman Seba الرجل تناkien اشوفة ما ده دو تغمض عنيك